اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يتكفلوا بها فما تنفقه عليها من مالك ومن حر مالك يدخل في باب اعظم من الزكاة الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر من اللي لك تدام على هذا الارملة اختك وتنفق عليها بفلوسك ارى يكتب لك لله الكتاب دي المجاهد لكي يجاهد في فلسطين في دليهود يوميا وكي يكتب لك الله تعالى كأنك قائم الليلة صليه لا ترقد أبدا ويكتب لك الله ثواب الصيام كأنك تصوم الظهر أبدا إذن أخرجها خارج البيت لأن نرى معك واخدم عليها ويجددك الزكاة اللي تخرجها بره على أختي كله بره إضافة لهالمقام مقامك رفيع مقامك رفيع 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 نعود لك مقامك رفيع رفيع فهذا الزمان للناس والله تعبد الحلوس اللي والله يطمع فقطو يدي لها الورث نتخدم عليها صلاة الله علي ورحماته وبركاته يقول أيضا الفلوس إن شاء الله قبل ما نخرج الزكاة فيهم الفوائد دي البنوك هنأعطي باشتبنى بها المساكن وغيرها باشتبنى بها المساجد وغيرها إذن شاء الله تبارك وتعالى المال الحرام منه الربا هو في حكم المال المعدوم أرسم من المال المعدوم حال لي ما شهد يلك معدوم وخا عندك واخرا في جيبك أنصدر بلا يعتبرون مالا المال ما يتمول به وفي الإسلام إذا كان حلالا أما إذا كان حراما هو ليس بمال عند الله هو ليس برزق هو واسم هو عذاب هو سبب العذاب عمرو ما يكون الحاجة اللي يعطيها الكربة إحلالية عمرو ما تكون عذاب هذا عذاب لأن الله نهاك عن الربا وإذنك هذا المال هذا ما تخرش عليه الزكاة لأن الله طيب ولا يقبل ولا يطي تخرجوه وتقلعوه مناش تقلعوه مناش تقلعوه من الفلوس لحلال وخر الزكاة ديال لحلال وهذا لا تغطيه أبدا لبناء المساجد أبدا فإن أنزه البيوت عن الظلم بيتي عودتالكم مران وتكرار أنزه البيوت عن الظلم بيت الله المتنزه خصبية الله ما تكونش فيه أبدا أبدا الحرام لأنه نقول لي غادي تصلي فيه واش تمشي تبنيه على الله المغصوبة لا واش تبنيه بالمال ديال كيف لا المال ديال الخمر لا إلا جاء واحد السيد قال لك هذي فلوس نتعريب الله خليك واحد ستين مليون أنا حبس فلوسي واحد لم الله يعروا راجعت لي واحد ستين مليون إن شاء الله هذي شهور ديال أخور هكوا يكملوا بها الفلوس الجامعة تبانوا لي انتموا معكم جاء قولوا روح تديهم روح أقولهم كاران دي يلا دي قال لك نفرش لكم ديال فرشت راسك ولكن هال المال التعريبة ما تعطيش للجامعة وما تعطيش اللي اللي مفرض عليك تنفق عليهم ولادك وحبابك وكذا ابحث 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 عن جمعية وجمعية انت عدف الأموات ولا جمعية ديال اللي كتت ديال عمليات للأطفال ولا تنشي مباشرة انت عنده واحد خصوية ديال العمليات وما عندوش ديال العمليات وعطيهم المضطرين لأن الحرام لا يتعلق لا يتعلق إلا بذمة واحدة هو حرام عليه وحرام على ولاده وعن الوالدين أما الناس اللي ضعافوا ميتين وصلوا درجة الضرورة فمنضطر غير باغين وعنسا ولا عادي فلا إثم عليك إذن ما تعطيش للجامعة فلوس الريباء ما تعطيش للجامعة أراك ايشي ناس في اللي جانت على الجوامعة غياره له غياره له ماذا به مزيّره ما كاش قال لي عاون إلا جاب له واحد ثلاثين مليون قال له أذي رأى تعالى أن تيريس إن شاء الله رأى أرى الحمد لله بسم الله بسم الله انت ما تعطيش رأيت عبد الحميد كشك وقال لي قوي صلتك بالله ما تحتاج حتى تشوف عبد الحميد كشك عادي يقول قوي صلتك بالله أولا هذي مزيانة بعدش عبد الحميد كشك جزاك الله خير هذا بشرى ليك لأنه اشتوا عد السيد الذي شهدت له الأمة في هذا الزمان بأنه ثبت على الحق ولا تجدوا فيهم أحدا يقولوا فيه إلا هذا إلا بعض قلوا كان يجب أحد الضائفة هذا قليل يقول له عبد الحميد كشك لعك علي سبي عالم لأنه عنده أحد الضائفة هو أحد الضائفة وما تساجد في النهار الجمعة ودخل للحبس وعن كارل استبداد والظل ولم يركن إلى الذين ضلبوا وما عندهش قعل عينين إذن شتوا هذي بوش هرالك شت ثابتين ما نعرك مزيان والثاني أنا وقال قوي صلتك بالله صحيح صحيح قوي صلتك بالله وزا ما يعني واسمرين نقول لكم هنا يا عما بنت الكشنان يقول هلك ونت حي وفيق يعني حتى قالها عبد الحميد كيش الله يعطيك الخير إن شاء الله أغاني 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 بسته كيف أجعل الصلاة على الحبيب وحمد صلى الله عليه وسلم كلها إذا أردت أنت أن تجعل الصلاة لرسولي كلها هي أن تجعل ذكرك لله هو الصلاة لأن الحديث ده أبا بن كعب معروف قالوا يا رسول كم أجعل لك من صلاتي عشرها قال وإن زيت فهو خير لك قال ثلثها قال وإن زيت فهو خير لك قال نصفها قال وإن زيت فهو خير لك قال ثلثها قال وإن زيت فهو خير لك قال أجعل لك صلاة كلها قال إذن يكفى همك ويغفر ذنبك أن يجعل كل 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 ذكره لله صلاته على رسول الله هل يعني أن أكتفي بها عن الأذكار الأخرى نعم يعني أن تكتفي من الأذكار الأخرى ما هو العدد الأدنى اللي تكون صديقي على الصلاة ما كنت متيقظا تذكر فاذكر فذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أنا مطلوب هل من برنامج خاص للصلاة عليه برنامج الذي تعتبد علي في الصلاة عليه هو أن تذكر الله تعالى على كل أحيانك حينما تكون متيقظا واقفت مشى قالص كذا إلا ما كنت خدام إلا ما كنت تقرأة ولا كنت ملهابش عاجة يعني كل ما يكون عندك لقية فارغ صلي على رسول الله ما تكونش لاهم شي حاجة أخرى هذا هو معنى أن أجعل صلاتي كلها للنبي صلى الله عليه أنا أظرك أنك أرقرأت تفسير ما غاليش نصلي على النبي صلى الله عليه لأنني أشتغل أنا أشتغل أنا الآن غالي خدام فالحان وتنبيع ونشري ما نقدرش نصلي على النبي صلى الله عليه إلا ولكن لقية اللي كان صب لقية انتعي فارغ وصلي على رسول الله فذلك أجعل صلاتي كلها أي كل ما تيستل للوقت لكي أغتنمه في ذكر الله أجعل وقت ذكر الله صلاة على رسول الله هذا هو طرق الصلاة على النبي الكثير منها الغير واردة في الحادث يا أخويا إن شاء الله ربنا قالنا كدروا تصلي يا أيها الذين أعملوا زيد صلوا عليه وسلم وسلم الله أصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والصحبه وسلم تسليم هذا تصلي وتسلم والحادث انتع سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ديال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال خير الصلاة يالله وصلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالم إنك حميد ومجيد ولا أبغي تسيد سيده إلا أبغي تسيد سيده في الصلاة ما تسيده لانها لابد ان تتبع فيها. لانها واردة هكلا كتكن والف بين يدي الله اللهم اصلي على محمد لانه عبد. صح مني تكون تذكر صيدها ربي وتصلي عليه في غير صيد الله. لما صلي على سيدنا محمد. انا سيد ولد ابني اهلا. انا سيد ولدي اهلا. الله ما صلي على سيدنا وعمد. وعلى سيدنا محمد. سيدني سيدي وحبيبي سيدي سيدي. لما كان السيد هو رسول الله شكرا. هل من كلمة حول تربية الخطة والكلاب التي اصبحت عمت بها البيلواء في مجتمعات هذا اللي يربيه الكلاب والقطوط بزدار ربوا ولادهم ولا ما رباه فيه لا السؤال وش ربوا وليدتهم ولا ما رباه فيه إلا ربوا ولادتهم وخرجوا لنا الرجال ذاك شيء أرهم قاموا بالواجب وهذه وقيتها إن شاء الله أرهم يصرفونها في الرفق بالحيوان لأن نبي صلاح سبك يقول لا إن في كل ذي كبديا رتبة أجر أجر القطة توكله وتشربه وكذا رهم زيان سئل رسول الله عني القطة هاته تطوفه بنا وتشربنا بالبادئ قال هذيك الطوافات والطوافين ما كان مشكلة صح الكلاب؟ الكلاب الله الكلاب الله إني بصلاح اسمي قال لك من اتخذ كلبا لغير حراسة ولا رعي ولا صيد في كل النهار يمشيلوا قيرات ديال الحسنة والقيرات كجبل أحد ولا هو ما يقدش يدير جبل أحد ديال الحسنات وعندو الكلم مربية كل نهار عليه جبل ديال الذنوب وش ديكتر هاش قال لك أنا أنا وني مربية ذاك الكل ذاك اللي عدو ذاك كي يقولوا ذاك؟ كي يقولوا ذاك؟ بيتبولوا لكي؟ ملا منا متعرفون ملا منا متعرفون بير الجاوي كي تلغيت مشاهم معي خوف عباد الله اتباعاً للكفار اتباع كفار وصف قال لك صحاب الغرب اللي ما منش بالله وبرسول الله بالآخرة وما عنده مش لحنان وما عنده مش هذ لحمة بجموعة دي العائلة ما كانش هذناخر بيسيب روحوا حتى وحد ما عنده ما يألفوه ويؤلفوه ولذلك سابوا غير الكلب يدي الكلب وتنوض قال لك من نوعي هم من اللي حرمهم الله تعالى للقيام وقت الصحر لذكر الله ومناجاته وتأدية صلاة الصحر فاشكوا في ذمات الله هم في كل بقيتين وضعوا يجروا الكلب حياتهم يبقى خدموا الكلب ما عنده ببت وليه تدي الكلب إله غادي تسرح فيه عندك شي غنم وذلك شي ويجيب حتى مليون في الشهر ديال الغنم والحليب والزبدة غير الكلب بعدها لك ربح الزبدة ربح الصوف ربح كذا هم يسرح معاك أوه إلا عندك شي فيلا تبارك الله كبيرا وجنانات وكذا وخايف هذا الزمان الوعر كما قال وحل الإمام تونسي قرواني تخذ كلبا قالوا له الإمام مالك زين منع اتخاذ الكلب قالوا لو كان الإمام مالك حيا لأمرنا أن نتخذ سبوعا لأن أكثر الشفارة وكثر كذا نقدرش سبعة ماشين ديالة إذا إنت إذا إنت شاء الله تبارك الله عندك الكلب باش تحرص واخو عندك شي حاجة لأيض حذر ما بحد يرتعنا غير يدخلون لهم كاللي عنده الدروش عادي يحتاج إلى الكلب ودخل يبقى يدخل في كل ريح واس مو فيها أوه إلا بعدها الصيد عندك شي كلب مربير الصيد ودخل تصيد ويجيب لك شي حاجة ما من غير هالشي علاش أريطي يحلك الهجر أصعب النسبة بغيش تهب تركوا الدباء يعطي الزكاة لإخواني وأخواتي المتزوجين ويستثنيني من عطية الزكاة بدعوا أنني يسكنوا معاه في بيت واحد رغم أنني ينفقوا على أبنائي وعليه وهو رغم أحد إخوتي ميسور الحال ولا يحرك الساكن في المسألة إنما هو أول مسرعني إلى أبي وقت الزكاة فليجزوا هذا الأمر كل شي غال غالط بباك اللي يمشي يعطي لولاده وهم مرفين وغالط ذاك الولد اللي كيمشي كيجي الزكاة يقول له عربة طلع طلع هو لبس عليه ولو كان ما يكوش لبس عليه ما تعطيش الزكاة للفروع ديالك ولادك والأحفاد نتاك والأباء والأجدال لإن النفقة بين هؤلاء هي نفقة زيد واجبة واجبة تعطي لولادك كله هاد الشي كل شي تحسب عليه ومتل قيامة هذو اللي لك تعطي لولادك زكاة ما محسباش عند ربي زكاة ستظل في ذمتك وتلقى الله كأنك لم تخرج في لسنه وازمع أخي وانتا ولدو مسكين وكاد نفقة عليه مزيان وكاد نفقة على ولدك مزيان ما يعطيكش الزكاة حتى اللي عطى هالك ما تقبرهاش انتا ولدو انتا ولدو وشتو يعطيك الفلوس منه هو لبس عليه وشافك انتا مكمل يعطيك الفلوس ولدو كيما انتا عودك وباك مكمل وكدا اعطيهم من فلوسك واشتعطيه بالزكاة ما تعطيش بالزكاة لانا انتا خرجت من صلبه واشتعطي الزكاة اللي خرج من صلبه ولا اللي خرج من الصلبه يعطي اللي خرجه ثم اراك واحد ثم دم واحد اتفقه شوية في الدينة الواقش وعبدو ربي كيما بغى هو ماشي كيما تبغلون توم اراكوان تجي على الهوادي العباد الله انتا واحد ما يخرج الزكاة يعطيه كل شيء يتروها غيتم هذا يعطيه البنتوه هذا يعطيه الولدوه هذا يعطيه الاموه هذا يعطيه الابوه وضعي رغيتم ما منا وإلينا الزكاة ولت منا وإلينا هذا حجّل اللي خرجه من مقباتنا ترجمة نانسي قنع شي احباله هي الوحفر ابيعيvaccه